بعد انقطاع دام أربع سنوات المئات من شبيبة حزب العمال النروجي يشاركون مجددا في المخيم الصيفي لجزيرة أوتويا التي شهدت عام 2011 مجزرة نفذها اليمني المتطرف أندرس بريفك حينما فتح النار على شبيبة الحزب اليساري في حادث أودى بحياة 69 شخصا جلهم من الشباب قيادي في شبيبة حزب العمال يقول بالنسبة لي انخرطت في المخيم لسنوات عديدة سابقة لكن يبقى الحادث بمثابة لطنة قوية وهو ما يدفعنا للتفكير في عمل شيء ما فعاليات مختلفة تراوح ما بين الندوات السياسية والأنشطة الاجتماعية والرياضية شهدها المخيم الذي ينظم للمرة الأولى منذ الحادث الإرهابي بمشاركة أكثر من ألف شاب وشابة في رقم هو الأكبر منذ بدء تنظيم هذه الفعالية ترجمة نانسي قنقر